السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت من أتكون أحوالكم طيبة وبألف خير قصتنا اليوم قصة مولف الخيال بطلة القصة دينا يسمها صفاء صفاء كانت بنت جميلة أخلاق عالية وبنت عائلة فقيرة وعندها ستد الخواتات وأكيد كيف ممكن تعرفوا أغلبية الناس اللي ما عندهم فلوس وعندهم أغلبنات كيبغيوا غير يتفقوا منهم ومن مصاريفهم كيخرجوهم من القرية ويزوجوهم لأول واحد يدق الباب وهذا الشيء كتير في مجتمعنا نظرا لقلة الوعي وقلة الإيمان بأن الرزاق هو الله إنسان اللي كيولد مهمته هي يا ربي تربية صالحة أما الرزق فهو بيد الله صفاء كانت ساكنة مع والديها في حي شعبي وكان عليها الدرك بزاف في الشقاء والصخرة وقال عيالة دي الجيران كانوا كيتمنواها لولادهم ماشي حبا فيها ولكن باغينها خدامة عليهم في الدار شقاء وتعاون يعني خدامة فابور في الوقت اللي خاص كل أم تشوف مرات ولدها بحل بنتها ماشي تبغي بنتها وتتقرفس على مرات ولدها وتستعبدها ولكن لمن تعود زابورك يا داود وهو واحدة من الجارات قالت لولدها خاصك تتزوج صفاء زينة وحادقة وهي اللي تصلح لمراد يلد دار وأكيد حتى شاب ما غيرفض هديك البنت لجمعات جمال الوجه والأخلاق واحد ما غيخسر عليها والو ما غيكري دار ما غيدير عرس بشي قوطي الخامس نجوم المهم القديغة تطلع لها رخيصة جاء واخطبوا البنت ووالديها طاروا بالفرحة وحدة من اللي بنات غي تفكوا منها قبل ما ياخدوا لا رأيها ولا يتشاوروا معها بحل اللهية ماشي بنادم ما عندها شعور ولا إحساس ونساوا أن ديننا الإسلامي كي يقول لنا ولا بد نشاوروا البنت وتشوف اللي خاطبها وترتاح لي ماشي نغصبوا بناتنا ونخرجوا على مستقبالهم غير باش نتفكوا منهم ويتسموا مزوجات دوزوا العرس بسرعة بحال اللي باغين يتفكوا من شي حد فيه الجدام ومشات البنت للدار جديدة اللي فيها الراجل ووالديه واخوته الدار عمره وعطينو هو مراته بيت صغير تحت الدروش تقول غير في ران البنت دخلت للسواج ما شفت لا شارع سل ولا سافرت ولا فرحت بزواجها من نهارها كتنوضها العدوزة للشقة وكأن الله جاب لها خدامة فابور تزع لها الحمل وتجمع لهم روينتهم وتصبن لهم وسخون وما كان حتى كلمة شقر تسمعها كتر على البنت الحمل وعدوز تطفيقة مع الفجر تنوض تعجن وتصيب الفطور ومن هادي لهادي حتى النصط الليل وياويل هادي قلس أو ترتاح ولا تقول حتى أح أما الراجل غير ذكر بلا رجولة ما يقدر يتنفن في معمه وخاك يشوف الضن بعينيه وهذا حال بزاف منهم اللي لاصقين في موادهم كيتلحوا للزواج وهما ما قادرين عليه ناسين أن الزواج ماشي لعبة وعنده شروطه ولازم الراجل يكون قادر ماديا ومعنويا على الزواج بلا ما يكرفص معها ابنة الناس ويكرفص ولاده اللي جايين في الطريق صفاء من اللي كتتحضر مع راجلها كيخسر عليها غير كلمة صبري ما عنديش باش ننكريليك وما نقدرش نفرق والدية واش بغي تينين ولي مسخوت وراك مسخوت وما جايب للدنيا خبار على إله الزيتي راسك هتسمها مسخوت منين كتجيبو هاد الأفكار المغلوطة السخط الرضا ربيض الله كنشوفوش حال الوالدين كيستعملوه سلاح ضد ولادهم باش يديرو فيهم ما بغاو ربي قال لك ارضي والدك ولكن ارا في حدود واحتها هاديك بنت الناس اللي جبتيها راح عندها حقوق وإلى ظلمتها راب لصق وجه النام والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي والراجل الحقيقي هو لكيش اضلع سامر الوسط يعطي حق والديه وحق مراته حيتي لقصرتي في حق مراتك وكحلتي لها قلبها ذاك الشي هي خرج في أولادك حيتي لنفسيتها كانت مضمرة كيفاش هتقدر تخرج لناجيه المربي تربية صالحة ونفسيته ساوية صافة بقت كتدبال وتدبال حتى خرج العضو مفوجها بالتمارة والفقصة والمعاملة السيئة ديه الأم الزوج اللي ما في قلبها لا شفقة ولا رحمة حتى واحد النهار وهي يطيح ليهم غابت عن الوعي وهنا عدوا استغطاية الولدها قلت لي يجي شوف مراتك قد تبحث علينا بجمع تشقاش مضيها لولديها ينقي ولها ودنيها ويوريوها أشنه والزواج شماته جاي جري فبلاصمي هز مرات ويديها السبيطار هزها ودها الوالديها لا حاليهم قدام باب الدار ورجع عند مميمته شجيرا شوفوا البنت مليوحة قدام الدار ضقوا على والديها اللي كيتفاجئوا ببنتهم معرفوا رسهم بجتبلعوا مشاوا يجري وعيطوا لسيارة الإسعاف جاتت داتها للصبيطار وهنا غتكون مفاجأة البنت اللي كانت وردة دبلات عند واحد ما يسواش شربتهم والويل والمرار ما خفت لهم الله ولا من عبده لقوا عندها سرطان ركبها بالفقصة وسوء المعاملة وسوء التغذية والديها تضموا فشلوا ليهم الركابي ما عرفوا اشي يديروا عيطوا لرجلها اللي ما بينوا وبينوا الرجولة غير الخير والإحسان ساعة ما خلتوا شموا يجي جت في بلاستو باش تعرف شنوا واقع وتقرر في بلاستو ملي خبروها بمرض مرات والدها قلت ليهم بنتكم جت مريضة من عندكم انتم ما داويوها ولا تدبروا رأسكم أعطيتون سلعة خاسرة اياها ما يمتي بنت الناس ولت في نظارك سلعة ورات انتي عندك البنات اليوم ليك وغد عليك واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقائبها وزادت كتكمل في الهضراء القاسحة بنتكم من نهار اللي أول كتبع نكمارتها صفرة وخير ساكتها وحانيا الراس ما تهضر ما تتكلم قلوا عليها انتم ما عارفين ها مريضة وضعر بين الطم ساكتين بغيتو تلسقوها الولدي وجاب الله ما حملت منه اياها لا لا اللي بنت ساكتة وحانيا الراس على الظلم اللي ظلمتوها والتعدو اللي تعديتو عليها تبعت في تمارا واتصبح عليها تحد ما يحن فيها هي ورجعت صفاء لدار واليديها حتى وصلتها لبردية للطلاق الأمر ساهل عندهم تمشي مرة وتجي مرة أخرى وكيكتروا الضحايا وكيينسوا أن الله ليس بيظلامي للعبيد وربي ولا بدي ياخد الحق في الظالم ويرجع المظلم حقه وسعداتك يفعل الخير رجعت صفاء بجوش صدمات المرض الخبيط والطلاق لصحة لسمعة والسمعة والسمعة ماشي دير هبيد ديها ولكن مجتمعنا كيحاقب لهم مرة على الطلاق بحالي لمرتاك بجريمة هو الطلاق حلو الله من اللي ما كيتفاهموش لأزواج صفاء من اللي رجعت لدار وليديها قال تعال الأقل غا ترتاح واتبع الدواء وتشوف هاد المرض من ينخرج لها ولكن اللي وقع ما كان في الحسبان وواليديها جاهم حملها طقيل والدواء غالي والمتابعة الطبية مرهقة وبدأتك تحس بيهم بحالي لم تقل عليهم وخوتاتها اللي ناضط تعيرها أحلاش ما تشقعش ويا المسكينة المرض كي يقول فيها والتحد مرحمها حتاجها واحد نهار لغا يغير حياتها رأسا على عاقب من اللي كتر عليها الضغط خرجت من الضال ومشيت لواحد جريدة وقلتت في هاد الكرسي وبقيت كاتبكي يكتبكي حتى سمعتها واحد لمره كبيرة ومشيت عندها ومرها بين نور على وجهها وبينها متقي الله قلت لها مالك ابنيتي قطعت لي في قلبي يكلا باس فاتفضي لي نهز معك الحمل على وعا سنقدر نخفف عليك ما تقال أو نساعدك باللي قدر علي الله وكان بجهدي هزيت صافة راسها ومسحت دموها وعاودت لمره كل شي اللي داز عليها كتعود وتبكي حتى خرجت كل ما في قلبها عادرتاحت قلت لي ها شوف يا بنيتي أنا مره كبيرة وساكنة بوحدي مات لي الراجل وما عندي ولاد إلا قبلت لي يا نجي سقني معايا وأنا نقابلك بالدوى تيفرج الله أنا الحمد لله برزقي وبخيري وخميري ولكن ما عندي لي ونسني وأنا بغيت ندير هذا الخير بغيت الآجر من عند الله صافة بحليلة تحلت ليها طاقة القدر ولقى راسها ما عندها فين ترجع وما عندها مما تخسر كتشوف راسها ميزة بهذا المرض هي تقول ليها واش ما غنتقل شاليكة للا قلت ليها اللي بنيتي أنا عزيز عليها ندير الآجر وندير الآخيرتي بشات معاها صافة قبل ما تخبرها إيلتا ولتا واحد ما عرفوها فين طارت قلبوا عليها يومين وقلتوا متقلاب بحليلة كانوا بغين يتنوا منها وقالوا مع بعضياتهم السرطة أنا غايقتلها اليوم ولا غدة اللهم ما ما نربيوش عليها الكبدة ادتها المرض الضار وقالت لها انتي غت ناسي وترتاحي ما تشقي لي ما تديري شي حاجة أنا غنقابلك بالماكلة ودوها ودتها معا هل البادية كانت المرة يوميا كتطيب ليها الماء وديره في تلاجة يبرد وتعاود تحطوه في القلة ديال الطين ودقول ليها إياك تشرب من شي ما آخر من غير هذا وهو اللي تشربيه وكانت كتدير فيه عرق الصوت وحبة حلاوة وهذا معروف عليهم كينقوا الدم ويشفيوا من بزافة الأمراض وكانت كتوكلها الخضرة مسلوقة والشلايد وتعطيها الخضرة طرية بحل الجازار والباربة واللفت وماطيشة والغص المهم أي حاجة طرية حيث هذا المرة كانت كتدول مدى من إنسان مخلوقه من الطين إذا ندوها كينة في الحاجة اللي كتكون في الطين طرية منعت عليها اللحوم والبيض والحليب وأي حاجة ستناعية وتعطيها حتى الفواكه ومشات على هادشي شهرين وكانت كتوصي الناس اللي جايين من الحج والعمرة يجيبوا لها ما زمزم تشربوا لها وجاء موحيد الطبيب ومشات صفاء عنده الدير التحاليل كيتفاجئ بأن المرض اختفى بمرة صفاء المرة الكبيرة بكو بالفرحة ودارت صفاء عند المرة كتبوس وتعنق فيها وكيتقول لها عمر خيارك ما ننساه انتي ما لك بعتولي الله في الوقت اللي تخلوا عليها واليديها ولحني راجلي طبيب قغير حال فمه كيقول لها كيف هشهد شي اش من دواخدات واش نتبعت بقى مصدوم من اللي عودت لي صفاء قصتها من الول حتى الاخر وقال لها سبحان الله ربي متى ينساش خلقه وحشها ربي يضيع المظلوم وانتي يا للا اجرق عند الله عظيم وعندي لك واحد طلاب ويتك تزوجيني صفاء وغنعودها على كل ما فات ومدام ربي شافاها ورسلك في طريقها الا وما كانت عند الله كبيرة وانا اتطرى بدرجليها واللحل التي عليها فمها انا موجود ما تشقى ما تتمحن انا نجيب اللي شقى عليها انا بغيتها تولي ام ولادي صفاء فرحات جوج فرحات في نهار واحد شفاء من المرض والزواج بطبيب كيف مما كانت حال هادي حزنت في النهار واحد فاشجهها المرض واطلاق اما دك الشماء تتطلقها زوجات أمو بمرة اخرى اللي خرجات في العدوزة طول عرض الى هدرات تعطيها قتلة دلسة ولد العدوزة هي اللي تشقى وإلى هدر الرجل بشي كلمة يجيوا اخوت مراتو شماكرية يرجعوا لحمو زرق بالعصة ودنوا بصفاء يخرجوا فيهم وهذا الجزاء اللي ما يتهلاش ابنة الناس الدرويشات ويتقرفس عليهم وجزاء اي ظالم ولا بد الدنيا الدور عليه وصمتا ملي قد دور لبزيم كي قصة